السلام عليكم اليوم سوف نجد معكم الدنجال بوحد طريقة سهلة ويجد الدنجال الناشف و طيب من الدخل لعشاق الدنجال بها الطريقة سوف تفرحكم سوف نبدأ بالتوابل والمقادر لها الطريقة سوف يشرب لكم الزيت نجد الدنجال و ثوابل سوف نبدأ بوحد الآن يجب عليها البيضاء يبقى البيضاء لحسب الدنجال سوف يدرون جوج بيضاء و بالنسبة للتوابل مع القاة صغيرة الففل حمرة مع القاة صغيرة الخرقم البلدي مع القاة الكامون مع القاة الحار و الملح و الملح و الملح نضع خمير و 8 غرم بالنسبة للتوم و لا يمكنكم القاة الكامل سوف نقوم بالتوم و نقوم بالتوم نعمل هذا النصير وضروري من هذه الخميرة يجعل زيت نهائياً يشرب ويجعله بحاجز على الدنجال ويجعله يجعله يشرب ويجعل النصير ويجعله مạnhز ويجعل عمل زرع ويقوم مرتل ويجعل عن العين يمكن لكم ولكن تبغي تديرهم دوائر يمكن لكم ولكن بها الطريقة نعود شيء حاجة لي هي زوينة نحيد تحت دياله نبقى مستمرة على نفس الكيفية بحال بحال كلهم نديرهم في دقة واحدة نحيد لهم هذي كل الجوانب و اذا قطر يبيش نقطع منه شوية نقلي تهو كذلك او لا تنطيبو تهو بنفس الطريق سوف نقلي الجلدة نقلي تنجيل و لو تحيد الجلدة يمكن لكم تحيدها ما كانت شي مشكلة سوف نشد تنجيل تيالي و ندوزه في هذه الخلطة اللي أريدكم سوف نضيفه في هذا الخلطة تقدروه هذه الخلطة لابيتو تخليوتها تقريبا و حد نص ساعة يمكن لكم تخليها ندير فيها الشوية ديال المعدنوس تقدروه تدير فيها النصى تدير فى انا الساعة عربع ساعة المهم ترقدوها وتخليوها لكنتو مثلا كتوجدو في الغضاء وبغيتو توجدو الحوت غادي ترقدوها هي هكا وغادي تمشي وتقطعو البطاطا غا تديرو مسائل كولها عباش تبدعو مهم كان اخدو شمية ديالتقيق الفورس وكان بداو نديرو هكا مرة واحدة ما كان بقاوش نديرو بالوحدة بالوحدة انا دائما تندير هكا وتنقلب صافي مني كان سالي كان ديرو في وحدة الشبكة باش كي يصفادك الطحين باش كنبدعو انهز غادي تنجالات بوحدتهم كما كتشوفو را كي يجو ملبسين وكي جو مقرمشين من على برا يعني تيجو زوينين بحل شكل جاج كينتاكي صافي المقلع كان سخنها تكا تسخن وكان نقص النار وكان بدين ندير الدنجال ديالي ما كان ملاش تانية غادي نقلبو مباشرة على الجهة الاخرى وضغية كي طيب ما كيحتاش الواحد الوقت اللي هو طويل وكي جي طيب وما فيش الزيت قطرة وحدة في الداخل ما كان يشربش الزيت نهائيا جربو هالطريقة ووردو عليها الخبار كانت سنة تطبيقاتكم عبر الفيسبوك والانستاقرام غادي نخلي لكم روا بيت ديرهم في اول تعليق ان شاء الله اللي بقي ما ابونيش عندي في انستاقرام يمشيس ابونا مرحبه والف مرحبه باش تكبر لعائلة وكن شكركم بزاف على المشاهدة وعلى تعاليق ديركم زوينة وعلى تطبيقاتكم مشي غرائية وشو قران الله يجزيكم بخير صافي كان قلبها المرة الثانية كتتحمر كتش دلو في اللوقات تكون العافية مجهدها حتى كنسخن الزيت من بعد كنديرها متوسطة ماشي مهيلة وماشي مجهدها وهو ضغياتي طيب ما كيحتاش وحد الوقت اللي هو طويل بزاف يعني تقريبا خمسة دقائق غادي تزيه ضغيات حمر لي ماختاش مني وحد الوقت اللي هو طويل صافي دبا غادي نسو شوفو كي تيجي يا سلام كنديرو في الشبكة في الاول البنات كنديرو في الشبكة وبنسبة الولاد كنديرو في الشبكة ومن بعد مني كنديرو تسقطر شوية الشبكة كندير فيه الورق النشاف هذاك الفائد اللي تيكون الفوق ديال الزيت صافي ولكن في الداخرة ما فيش الزيت نهائيا سوف يتجربوه ان شاء الله و سوف تردق لي الخبار سوف نبقى بنفس الكيفية كنكمل ذك الشي اللي عندي صافي رضغياتي يتحمروا صافي كنحيدهم كنقلبهم مرة واحدة في الاول كنحطهم و في الثاني كنقلبهم و صافي كنحيدهم بالنسبة لهاد تتبيله و هاد الطريقة اللي شفته اراني فيسا ديرها في الدجاج ما نقولش لكم كي تيجي الدجاج احسن من ديال المحلات و فيسا ديرها البنات في الكالامار ما نقولش لكم وخات مشيو فين ما مشيتو احسن مطعم ما غا تلقاوش نفس الكالامار اللي كي يجي طريق من الداخل و مقرمج من على بره و بنين والله لا بنين قاعد البنات اللي شربوا الدجاج ديال اللي كنت حطيت اللي بغيتو نخلي لكم روابط ديالهم و بالنسبة للكالكالامار او لا كتبو عالم سعاد الكالامار و رغا تخرج لكم وبالنسبة لدجاج ديال و كذلك ما نقولش لكم وخات مشيو الاحسن مطعم ما غا تلقاوش الكالامار انا ما ما نقولش لكم كان مشي بزفت المطاعم و كانت طوق انا عزيز لي انطوق باش نعرف الاطباق ديال كل البلاسة و كل خسني نعرف الوصفة و كان نعرف بزفت الحويج نحا السود ديالكم الله الى فيديو قادم ان شاء الله سبارك الله لكم و شكرا شكرا بزف المشاهدة و على اللي لايك ديالكم و على التعليق ديالكم و على تطبيقات ديالكم كيما كسو ريوني تانا كان موسي لكم و سلام عليكم